السلام عليكم بناس كيف حالكم بخير كل شي مزيان انتمنى تكونوا بخير على خير اليوم هنضروح طاجين ديال الملفوف اولى المكور كي ما كان قولوه احنايا غادي نسلقتوه في الماء والملحة طيبتوه مزيان باش ميطبش من بره يبقى مداخل كنحتاج معاه الكفتاء واللحم باش نطيب اللحم عندي هنا واحد كازد الرز باش نطيب اللحم غادي نحتاج له البصلة وما طيشة والتوابل ديالو بزاس كينجبير خرقون وشويات الملحة هادو المسائل اللي كان نحتاجه بالنسبة للحم فاول حاجة غادي نطيبوه الحم وغادي نسلقوه الروز نديرو ديالك الكفتاء وغادي نعمروا بها الوريقات ديال الملفوف كجي واحد شهي واغزالة فهدا الكين بالنسبة الكفتاء هندير فيها الكامون ففلة حمرة وشويات ففلة حرة هاد الففلة اللي عندي هنا ما حراش عليها كنزعم عليها كنستعملها ما كنجيش حرة بزاف في واحد ما دا قزوين وشويات الملحة هادشي اللي كاين هادي نمرو على بركتي الله نطيبوه لحم هو اول حاجة كنطيبوه عادي شوية الزيت والبصلة وما طيشة والتوابل ديالو هندلوا واحد جوج كيسان لما طيب سد عليه ونخليه طيب طريقة عادية ديال الحم بحا اللي كنطيبوه دائما وغي كنحاولو نبتلو على دا قشي اللي كنديرو ديما واحد شهي اللي كتجي غزالة والديدة كندير احتف اي متعادية كتجي زوينة والمضاق الكفتاء كيتواتم مع ديك الملفوف مع ديك الطاجين كيكون شحر من تحت باللحب كاتجي غزالة والديدة والكمية اللي كندير هنا على حسب الافرد ديالي اللي عندي هنا شحر بنا احنا شحر كنناكلو وكندير بزاف الحاجات كما كتعرفو رمضان الله تبارك الله الطبلة كتكون عامرة من كل حاجة وبلا ما نفسدو الحاجة اللي غا تبقى غا تسيب فكندير على قد اللي ناكلوه وننوعو في المكلة هنا على جنب سلقت واحد الكاز دالروز دي رسم المسخون شوية دلملحم غا تنسلق في هذيك الكويز دالروز فتييكون عندي كل شي طايب اللحم غا تطيب الروز طايبة ديك الملفوف راسلقتو طيبتو مزياد كتبقى غا الكفتاء اللي كتحتاج غا تشحر شي شو شوية مع ذك الشي وما كياخد ليش الوقت في الاخر كيكون واجد اللحم هنا يا هندلو ماطيشو ديالو وتتوابلو البصلة جوش كيسان لما طايب ونسده لي عندي خمسة واربعين دقيقة بالضبط بني اتصف الكوكوت كيكون طايب هريسا يعني نص ساعي يكون بقي شوية شد راسو خمسة واربعين دقيقة طايب على هات الشكل كان شحره شي شوية ومن بعد اني غايطي بغن دروف واحد طاجين الحديد عندي هنا كل واحد يمكن لو يستعمل ذاك شي اللي يبغى طاجين الفخار طنجرة تكمل الطيب هنا في كوكوت انا كندير في ذاك الطاجين كي يطيب فيه كل شي وكن قدم فيه ويطلع فيه لديد اه انا دائما كنديره بها الطريقة وكل واحد يدير ذاك شي اللي متوفر عنده انا من الرقص دب هنا ايه وغادي نصده ونعطيه الوقت ديه لطيب على هات الشكل هنسده اللحم ونخليه ويطيب ونمشي ونوجده الكفتة الكفتة لقدرت فيها الروز اللي سلقت واحد نص بسلام حكوكا شوية الكامون شوية ففلة حمرة وشوية ففلة حارة والملحة هات الشي اللي فيها عندك الورقات كنبدو من الجي هاد العرق من تحت وكتنزلي كفتة وتلويه متأكدي منها مزدودها مزيان باش ما تتحلش تعزلي الورقات اللي زوينين وانتي ما شاعنك ميزانك كلها ورقة غادي للكفتة على قدها اللي كبيرة غادي لها بزاف واللي صغيرة غادي لها شوية وانتي ما شامعهم كتلويهم واحد الشي هو اللي كانت جيزوينا ومزيانة في الماضق ديالها ومختلفة يعني كنحاولو نبدله وحالد الورقة صغيرة غادي لغا شوية ونلويها ونستها مزيان باش ما تتحلش وفعل هات الشكل واحد الحاجة اللي سهلة مهلة ومختلفة ولديدة يعني هاتش اللي كهمنا في الماكلة هي في النظرات العين يكون زوين وفي الماضاق ونبدل يعني مقاش ناكلو نفس الحاجة كله نهار ونجي هاد العرقية اللي كان بدون بها من تحت وتلوي وتكملي على احد الشكل حتى غا نكمل كل شي اللي عندي هنا هادا الشكل ديالو درت لحم من تحت ما تيشا والمرقة ديالحمية هاتي اللي غادي ضاروري رد لها دل عملية باش يجيوا لداد حيتي لاخليتي ماكك غايجوك بحالي مسلوقين غا درد دخول فيهم لقامة ديالحم باش كي يجيوا بناد طاجين غا نبقى وقف احده غا يغلى شوية غا ننعري له النص ديال الغلاقة وغا نرد له البال عندك اللصاق اللي احتاج للمرقة نزيد له المهمة دمسائره معروفة يعني اني كان ديره الطاجين غا نبقى وقفين معه حتى انطفي عليه البوطاء بعد نقدر نمشي من الكوزينة غا نشارك معكم واحد ديتوكس اللي مفيد لداد ديالنا ومزيانته هو فهد رمضان يعني فرصة هادية للصيام احنا ديجا فهد الصيام را كالريح والداد ديالنا وفي حال هذه المسائل غادي تفيدنا إلا شربناها في الفطور مزيانة للصحة كتنقي الدات من السوموم عندي هنا اربعات كويات وثلاثة ديالبانانات ثلاثة ديالبانانات وعندي هنا ايا واحد الكاز ديالي زيب بينار واحد شوية ديالزيب بينار قطع يرقيق واربعات ديالت ميرات كاز وجوجكي سند يلمى مع ديني فكما لحت هنا ما كلا سقار لا تشي حاجة مسائل اللي في كلها طبيعية وكلها مفيدة للصحة ديالنا واحد الحاجة اللي احنا مني كتكون شي حاجة ديتوكس هادا كيكون المدق ديالها ماشي تلتمة فاللي كيتميز بهذا العصر ان المدق دياله زوين كتقدري تشربه وفي نفس الوقت موفيد للصحة ديالنا ومنعيش لقدرته في التلاجي يبرد كتشربه يعني على اساس عصير وديتوكس هادا الميزة اللي فيه انه لديد وموفيد للصحة ديالنا أنا عمر جوش كيسند الماء من هاد الحجم جوش كيسند الماء كبار ماء مديني اللي غنضيفهم على هات الشي اللي قلنا هنا الكيوي والبانان وليزي بينار وخصيط الطحن عادي يعني كاي عاصر نطحنوه ندرو في تلاجة نخلي يبرد ونقدموه مع الفطور كيجي زوين في الماضاق وموفيد للصحة يعني جوج ديال الميزات مهمين هادا الشكل ديالو اللون ديالو كيجي زوين تاوا في المنظر وفي الماضاق كما قلنا وفي الفائدة هالطاجين كيجي غزال وهذه الشهوة اللي شاركت معكم اليومة انتمنى تعجبكم وتجربوها صحة والعافية ما تنسوش دلو لي اشتراك ولايك رمضان كريم مع السلامة موسيقى ترجمة نانسي قنقر